هذا الفيديو والله العظيم تسجل أكثر من ثلاث مرات وتمنتش في الثلاث مرات دول كل مرة بشكل مختلف فوالله العظيم أنا لما زهقت عملت تصويت عشان أخذ رأيكم أنزل الفيديو والأن أجله لحد ما رجع طغتي من أول وجديد ليه ولما لقيت 61% عايزيني أنزل الفيديو وما لقيتش قدامي غير إن عيده من أول وجديد فيا رب تعدي المرة دي والفيديو ما يحصلوش أي مشاكل واريت تقدر التعب ده بقى يا خوية وتعمل سبسكرايب ولايك عشان بيفروه معايا جامد والله المهم خلينا مع الفيديو ما اعتقدش إن فيها أفلام مصرية كتير لها قصة محكومة كويس وقضية اجتماعية بتناقشها فعلا بعد الألفية الجديدة لو بصت للأفلام الجديدة أو حتى اللي قدم منها بشوية بسيطة هتلاقي معظمهم مستوهم ضعيف بكتير عن الأفلام القديمة اللي أنا وإنت عارفينها لكن عمارة يعقبيان اللي نزل في 2006 قدر يجمع المثلث المثالي سيناريو عظيم من كتابة وحيد حامد اللي كتب أفلامها تخلت في تاريخ السينما المصرية سنين وسنين نجوم من الصف الأول بقيادة عاد الإمام متجمعين مع بعض في فيلم واحد ويطلع من كل دور فيهم سواء صغير أو كبير أداء صعب يكرروا تاني في أي عمل بعد كده مخرج موهوب عنده شغف ومتقدم له فرصة إنه يعمل أول أفلامه على طبق من دهب مسلث كل دلع فيبي يكمل التاني فطبيعي يظهر من وراء المثلث ده فيلم بعظمة وإتقان عمارة يعقبيان كنت ناوي أعمل الفيديو ده عن كريمة عبد العزيز بس لقيت إنكم كتير قوي عايزيني أتكلم عن عمارة يعقبيان فأنا أحمد أسامة والنهاردة هنتكلم عن فيلم عمارة يعقبيان طيب عايزك بس قبل ما نتكلم خالص تفهم الإسقاط اللي هنتكلم عنه طول الحلقة تفهم إن عمارة يعقبيان هي تجسيد لمصر والبلد بتاعتنا النقطة الوحيدة اللي ما تتطبقش على مصر وتتطبق على العمارة هي إن اللي بناها كان خواجة يحيى الفخراني كان بيقول في أول دقيقتين من الفيلم إن العمارة دي سكانها في الأول كانوا علية القوم وزراء وبشوات حتى اليهود كل دول كانوا ساكنين مع بعض في نفس العمارة الشوارع كانت بتتنظف كل يوم بالصابون البلد كانت نضيفة والناس كانت راقية والتفكير كمان كان مختلف كل ده كان قبل حرب 56 الحرب اللي هتطرد الخواجات واليهود بره عمارتنا وهتدخل سكان أقل رقية شوية سكان هيربوا فراخ في قسطوح العمارة وبدل ما كانت قوض السطوح هي الراحة السكان بقت بيوت للخدمين مصر بتتغير وعمارتنا كمان بتتغير الشوارع اللي كان ساكن فيها زباط بقى ساكن فيها ناس عادية معاه فلوس تقدر تشتري وخلاص قوض السطوح ما اختلفتش يامة يعني تبدله الخدمين القدام بخدمين جداد وناس فقرة عيلة كاملة قاعدة في قوضة فق السطوح وهنا احنا وصلنا للتركيبة اللي هنبدأ فيها قصتنا عرفنا تاريخ عمارة يعقوبيان ودلوقتي احنا في حاضرها مش بس العمارة اللي تغيرت البلد كلها تغيرت بيبدأ الفيلم بدخول الكاميرا لبار واكيد انت فاهم يعني الباردة بيحصل في ايه بس المفاجأة ان احنا بنسمع جملة غريبة من طلعة زكريا صاحب البار بيقول للراجل اللي بيشرب ورا في الكادر انت لازم تعرف ان انت في مكان محترم وتقعد بأدبك وبعدها بثانية بالزبط الكاميرا بتتحرك لزاوية فيها رجالة وسطهم واحدة بترقص وانت فاهم يعني بيحصل ايه بداية فان فاء وكد وده بيعرفك انت دخل على مكان طبيعته عاملة ازاي بتنتقل الكاميرا لتحت وبتفضل تمشي وهي مورياك الناس لابسة ايفرج لها لحد ما هتوصل لجزمة باين عليها انضف من كل اللي عدد جزمة بشواتي مش شبشب ولا صندل وهنا بيبان عدل امام بكارزمته الجبارة قدام الكاميرا باشا لكن الباشا ده مين بيقعد جنبه لما قعد جنبه نعمان الفقير وكان مجرد بيأكل لب ما بيعملش حاجة جي واحد وقومه عشان الباشا مستني حد في الحقيقة هو مش مستني حد ولا حاجة هو عينه اللي مستنيه تشوف الحد ده عشان تروح به زي كل مرة عينه بتشوف رباب وبتختارها من وسط البار كله ورباب طبعا مش هتفاوض فرصة زي دي مع الباشا الباشا اللي بالنسبة للبار كله كنز دفن نفسه وسط الحرمية والنشالين بنروح بعدها لمحمد امام او طاها اللي بيمسح السلم واكيد انت فهمت دلوقتي انه من سكان السطوح السطوح اللي كله خدامين زي ما هم ابوه خدام وابنه خدام بس طاها مش عايز يفضل خدام حتى طاها لما كان بيمسح السلم وسكن العمارة قاله انت طالع غبي زي ابوك ابوه هنا سكت ومقدرش يدفع عن نفسه واستكفى بس بنظر الضعف لكن طاها قال السبب انه بيمسح السلم ليه في الوقت ده ودافع عن فعله اللي مش عاجب سكن العمارة الست مرات السكن في العمارة بتسأل طاها انت خدت السنوية العامة ولا لأ فبيقول لها انه خدها وهيقدم على كلية الشرطة بس سكن العمارة كان شايف ان ازاي خدام بيمسح سلم يبقى ظابط في يوم من الايام فبيفكروا باصله وبيقولوا يبقى يرجع الدواسة تاني قدام باب البيت بعد ما بيخلص مسلا عايز تبقى ظابط وظابط بوليس كمان يا طاها تكمل وبنشوف بوساينة اللي من سكان السطوح برضو وهي بتتفرج على فيلم رصيف نمر 5 لفريد شوقي واول ما بتشوف امها دخل عليها بتقوم بسرعة تعليص صوت التلفزيون للاخر عشان تحاول باي طريقة ما تسمعش كلام امها اللي بيحرق دمها كل يوم لكن للأسف صوت التلفزيون مكانش كفاية فبتلجأ انها تتجاهل كلامها ده تماما او ترد عليه ردود بردة ومختصرة لكن كل ده بيفشل في الاخر وبيتخلقوا مع بعض برضو لان بوساينة ثابت الشغل اللي بيصرف على عائلتهم عشان صاحب الشغل بيتحرش بيها لكن امها كانت شايفة انها لازم تقدم تنازلات او مفيش منع من لمسة او اتنين عشان تقدر تعمر في شغلانا نظرة أقل للست واعتبارها انها مجرد اداة متعة انها عادي تضحي بشوية مبادئ عشان الفلوس الفكرة اللي رفضها بوساينة رفض تام بيظهر بعدها نور الشريف او عزام وهو صاحي محتلم المشكلة مش في انه محتلم لا المشكلة انه راجل كبير جدا يعني معدل ستين سنة ولسه بيحتلم بنكمل وبنشوف ذاكي باشا وهو بيصبح شعره باللون الاسود هو لسه عايز يفضل قدام رايته صغير بيوهم نفسه وعايز يحس انه لسه شاب صغير من جواه وده اللي بتأكدهن دولة اخته لما بتقوله انت بتنزل تتفرج على البنات في الشارع لا وهو بنفسه في الديئة 13 بيأكد لنا ده لما بيبص فعلا على بنت في الشارع بنشوف نفس المشكلة اللي وقع فيها عزام اللي كان بيستحمى من شوية ده فكره واحد بيجي لزاكي باشا وبيقوله على مشكلته الجنسية مع مراته وبيطلب منه المساعدة بحباية ولا حاجة ودي اول المشاكل اللي نقاشها الفيلم مشكلة الشباب في مصر والتفكير الزياد عن اللزوم اللي بيبنعه من حاجات كتيرة بالذات انه لسه صغير جدا على المشاكل اللي زي دي فزاكي باشا بيقوله الحل السحري هنا لازم يبقى راية وتمام بنعرف ان عزام ده غني وعنده محلات جزم كبيرة وبيكسب من وراها كتير سيبك من عزام باشا دلوقتي هنرجع له بعدين لكن المشهد اللي فعلا عايزك تسمعه هو مشهد بوساينة وصحبتها وهم رايحين لصاحب الشغل الجديد بتاع بوساينة صاحبة بوساينة بتأكد لها على نقطة ان لازم تقدمي تنازلات عشان تعمري في شغلانة وبتقول لها برضو الجملة اللي معلقة في دماغي من اول ربع ساعة لفي الفيلم تتحك لك تتحك لك عشان ايه حلوة في اللحلة منه معاك دبلون بيشحط وبيع رصي يعني انت لو فاكرة نفسك مميزة فما تخديش معرف في نفسك لو حلوة ففيه الأحلى لو متعلمة ومعاك شهادة بيليها وشرب مائطها ملهاش لازمة لازم لازم تقدمي التنازلات دي عشان تنجحي ودي المشكلة اللي في البلد وهي النظرة الاقل للستات نظرة انهم مجرد ادالي المتعة مش عشان شطرتها ولا تعلمها مرة تانية لازم افكرك ان احنا في عمارة يعقبيان بنشوف قصة كل ساكن في العمارة من اول الباشا لحد الخدمين في السطوح وافتكر معايا ان العمارة دي هي مصر كل جملة بقولها لك خدها وطبقها على مصر مش مصدق؟ طيب شوف بقى حاتم الصحفي في جريدة فرنسية في مصر اللي ما بينقلش الحقيقة كاملة ابدا مش عايز يكتب عن المشاكل اللي في البلد ولا عايز يكتب عن الشزوزي الجنسي في مصر مش عايز يصلط الدوق على مشكلة في المجتمع طيب ليه؟ هنعرف قدامه ومش عايز يبروز المشاكل دي ليه بس خليك انت معايا بس للآخر عملت سبسكرايب ولا لأ اه اعمل بقى سبسكرايب خلينا نوصل 10,000 مشترك قبل ما الشهر ده يخلص المهم خلينا في اللي بنقوله رباب اللي كانت في البار بتروح لزاكي باشا الشقة زاكي باشا اللي عينه ما تشاريتش من على رباب بعد ما بيخلص متعوته معاها بيصحى من النوم وبيكتشف انه تسرق ومش هو بس اللي تسرق لا دي اخته كمان دولة اخته تسرق منها الخاتم الالماص بتاعها وهو تسرق منه وطاق مقلام من الدهب ولما زاكي باشا بيستغرب من ان المومس هتاخد طاق مقلام دهب تعمل بي ايه بيرد عليه فنوس وقال له حاجتين يا هتبيعه يا هتديل عشقها مرة تانية بفكرك خد الاسقطات اللي بتتقال دي وطبقها علينا على بلدنا على مصر اللي يا ما تسرقت واللي بيتسرق منها يا بيتباع يا اما بيروح للعشيق تفتكر مين العشيق اللي بيوصل للحاجة ببلاش بيوصل زاكي باشا لنفس البار اللي شاف فيه رباب لكن الهدف المرة دي مش المتعة الهدف المرة دي هو الحاجة اللي مع رباب طلعت زكريا القواد اللي مستخبي تحت استرد ساحب البار بيدفع باستماتة عن شرفه وعن طهارة البار اللي هم عادين فيه وبيطرد في الآخر زاكي باشا من البار زاكي باشا اللي بيفوق في الآخر وبيعرف ان اللي قعد قدامه هو مجرد قواد مش هيعرف ياخد معه حق ولا باطل فبيقوم بكل هدوء وبيمشي من البار مستسلم للأمر الواقع لما قلتلك زاكي باشا هو كنز للحرمية والفقرة اللي في البار اللي ماينفعش واحد باشا يقعد فيهم أو وسطهم زعيم الحرمية دول بقى كان طلعت زكريا طلعت زكريا اللي وصل له نسبته من سرقة زاكي باشا اتمنى تكون فاهم وبتسترجع تاريخ مصر وبتحط الشخصيات في مكانها الصح بنشوف حاتم الصحفي تاني وهو بيلفه ويدور وعينه ما بتتشلش من على العسكري بيقد خدمته العسكرية بيتعرف عليه وده بيبقى اول لقاء بين عبدالربه وحاتم اللقاء اللي هيغير حياتهم هم اللي اتنين كمل معاه بس وما تستعجلش زاكي باشا لما بيرجع البيت بعد لقاءه مع صاحب البار بيشوف اخته دولت وهي مستنية للفجر ومن الواضح قدامنا يعني ان دولت كانت مستحلفاله او بمعنى اصح واقفاله على غلطة كمان عشان تنفجر وتوصل اللي هي عايزها من انها تسيطر على ورثة ابوهم كله لوحدها وتاخد الشقة كمان لولادها واحد صاحب اسمه مصطفى كان بيقولي على نقطة اده يقدر تضعف بها اللي قدامك في ثانية وهي انك تواجهه بكل مشاكله الحقيقية وعيوبه الصريحة كده من غير ما تجمل في الكلام وهتلاقيه مش قادر يرد او يفكر لما تقوله عيوبه الواضحة كلها قدامه ده بالزبط اللي كانت بتعمله دولت مع زاكي باشا كل ما تقابله بتواجهه انه متصابي عايز يعيش سن مش سنه عايز يحس انه لسه قادر يوقع البنات في حبه على الرغم من سنه الكبير الحقيقة اللي واضحة للكل حتى حاتم وهو بيشرح شخصية زاكي باشا لعبدربه بيقوله انه نسوانجي وصاحب كاس وحاجة قديمة متربة ومش بين ملامحها بنكمل وبنوصل لطاها تاني وهو رايح لكشف الهيئة اخر اختبار في كلية الشرطة وهنا بنحط تاني قدام عينينا العبل في المجتمع بتاعنا طاها بيترفض مش عشان مش كفء لكلية الشرطة لأ عشان ابو بواب او حارس عقار الشغلانة اللي متلقش تبقى على والد زابة شرطة النقطة اللي كلنا شفناها وعدنا بيها سواقف مدرسة ان طالب ينجح عشان والده او شغلانة ان واحد فاشل يتعين على واحد كف لمجرد ان والده يعرف فلان او فلان واخيرا دولة مسدقت اكتشفت الخطأ الاخير لزاكي باشا وهو انه ضيع الختم الالماص بتاعها فبتنفجر في وشه الشقة مش بتاعتها بس هي خلاص ما صدقت انها لقيت فرصة انها تسيطر عليها وبعد اخناها كبيرة بينهم كل واحد خلاص بيعاير التاني بوسخته بتنجح دولة وبتطرده من الشقة الدولة بتطرد المواطن وبتمنعه من حقه الشرعي في العيشة في بيته المواطن اللي مهما دولة كانت شايفة انه غلطان او ما يستحقش الورث او الشقة لكن ده ما يدلهاش الحق ابدا انها تمنعه من بيته وتخليه عيش مهمش مكتئب بلا وطن بنشوف حاتم الصحفي بينجح انه يجيب عبد الربو العسكري عنده الشقة وده المشهد اللي فعلا لازم يتحلل صح لو فعلا بتقرف من حاتم او مش مهتم تشوف تحليل المشهد ده تقدر تتخطى لحد ديه اللي هتزهر قدامك دي ولو انت مكمل معايا بقى يبقى لازم تفهم المشهد اللي اتعمل بعبقرية شديدة من مران حامل حاتم بيدل عبد الربو نفس اللبس اللي هو لابسه بالزبط عايزه يقلع عباية الفلاح بافكارها اللي بتمنع اي حاجة حرام او غلط من حياتها عايزه يبقى شبهه وفعلا بيلبس عبد الربو اللبس بتاع حاتم وبتنزل الكاميرا بعدها لرجل عبد الربو وبنشوف الشراب المخروم من وره بيوريك حالة عبد الربو عاملة ازاي من شرابه بس بيصبله حاتم الكاس اللي هيبدأ يتغير بعده كل حاجة وكل ما يخلص الكاس يتصبله غيره قفل بقه وبيقفل عينيه لكن مشغل ودانه بس بيسمع الكلام لحد ما بيوصل للهدف بتاع حاتم الهدف اللي بيسعاله باحترافية شديدة مع عبد الربو من اول الكاس لحد ما شغل له الافلام الخليعة على رأي عبد الربو لحد الوسوسة في ودانه وانه يبقى مستسلم تماما ليه نرجع لطاها بعد ما ترفض من كلية الشرطة بيخش كلية الهندسة وهناك بيشوف كل طبقات المجتمع بيشوف من اول ابن الوزير لحد ابن الراجل اللي بيمسح الجزم وهنا بيباني الطبقية اللي شايفها طاها حواليه وبيقوله الجملة دي بنرجع لبوسينة اللي بعد زن كتير قررت انها تسمع كلام الناس حواليها وتقدم التنازلات لطلال الشامي صاحب الشغل وبعد ما بيخلص اللي هو عايزه وبتطلب منه بقى حق التنازل ده عشرين جنيه لكن بتسمع الجملة اللي هتحسسها بالإحساس اللي هي كانت مرعوبة منه وما كانتش عايزة تقدم اي تنازلات عشان ما تحسش بيه ما كانتش عايزة تحس انها رخيصة لحد ما طلال بيقول لها انها عشر جنيه كفاءة أو عليها فبتتحول ان ابتسامة خفيفة على وشها لزعل وكسر خاطر فما بتعرفش تعمل حاجة غير انها تعيت وهي بتمسح الزنب اللي وقعت نفسها فيه الزنب اللي كان سبب فيه كل الناس اللي حواليها فيه مثل بيقول الزن على الودان أمر من السحر وبوساينة كان بيتزن على ودانها من كل إنسان في دايرتها مش هتنجاحي غير لما تقدمي تنازلات مش هتجيبي فلوس غير لما تقدمي تنازلات مش هتعرفي تعيشي من غير تنازلات لكن محدش قال لها على الجانب التاني من التنازلات دي التنازلات اللي هتضيع أهم مبادئ بوساينة التنازلات اللي هتحسسها بالرخص وإنها مجرد أداة متعة كم ديئة كده وخلاص تترمي بعدها واضح كده إن كنسة واحد من سكان العمارة الحج عزام اللي قلنا عليه في الأول خالص صاحب محلات الجزم أو الحج عزام ده دور لحد ما لقى الحل لمشكلته وهي إنه يتجوز واحدة تانية يخرج فيها مشاكله وفعلا مشكلته دي بتخلص لما يتجوز تاني بس بتواجه بقى مشكلة أكبر وهي مشكلة السلطة في مصر عزام كان عايز ياخد الحصانة بإنه يمسك دايرة قصر النيل في مجلس الشعب وفي أول كلامه مع الوزير كمال الفولي بيقوله أنا عايز أخدم أهل منطقتي فبيرد عليه بلهجة استهزاء شوية وبيقوله كلنا زيك يا حج كلنا عايزين نفس الهدف بتاعك ده الهدف اللي فاهمه كمال الفولي كويس وفاهم عزام وعارفه وعايز يخش مجلس الشعب ليه فبيعرض بقى هنا مشكلة كمان في مجتمعنا وهي مشكلة دولة دلوقتي كمال الفولي هنا قال إن الحكومة درس الشعب كويس أكنه بيقول إن الشعب لعبة في يد الحكومة تقدر تمشيهم زي ما هي عايزة وإن الشعب عمره ما هيقول لأ لأنه متشعبت في رجلها حتى لو كانت على غلط ومن الآخر عشان يقدر يمسك دايرة قصر النيل في مجلس الشعب لازم يدفع مليون جنيه كل ده حاتم وعبدربه ومكملين قصتهم مع بعض مناش دعوة بيهم دلوقتي هنرجع لهم بعدين بنشوف بقى المشكلة التانية في الدولة بتاعتنا وهي المحاكم اللي لما زاكي باشا راح لمحامي عشان يشوف له حوار الشقة مع دولة أخته المحامي قال له الحل الوحيد للمشكلة دي وهو إنه يأجر بلتاجية يقتحم الشقة ويسيطر عليها غصبا عن أخته ولما القضية دي تروح للمحكمة المحكمة تفضل تأجل فيها سنين وثنين لحد ما دولة أصلا تكون ماتت اللي بقوله ده هو مش مجرد قصة فيلم لا دواقع المحاكم في مصر لحد النهاردة فيها مشاكل كتير من نفس الموضوع ده أواضي كتير لحد النهاردة ما بتعرفش تاخد معها حق ولا باطل وبتفضل متشعلقة كده في الهوى سنين بيمشي زاكي باشا وكريستين من عند المحامي وهنا بقى بيبانع بقرية عدل إمام عدل إمام اللي عمل مشهد أيقوني وخلت في تاريخ السينما المصرية مشهد بيبين ضعف زاكي باشا قدام شهواته مشهد شعر زاكي باشا فيه أبيض مش سبغه أسود زي كل مرة زاكي باشا بيتقدم لوحده في الطريق وبيطلب المغفرة من ربنا بيطلب العفو والسماح على كل زنبه وحس بيه دلوقتي بعد ضياع عمره بيبين لك هنا الإيمان برحمة ربنا وعفو حتى لو كان زنبك ده إيه خروجه من الضلمة عشان يقف تحت نور ربنا اللي هيبدأ بعدها يتوب ويتطهر من الظلام اللي كان عايش فيه تلك ده ربنا حيحسبني برحمة كبيرة حيعمل لي أكبر نسبة خاصة عشر في المية تلاتين خمسين في المية بتخليهم مية في المية ينتغفون ورحيين عبقرية عدل إمام ما ينفعش نوصفها في الفيديو ده لوحده لو حابب نتكلم عن عدل إمام بشكل كامل في فيديو منفصل ياريت تكتبلي تحت في الكومنتات وهنعمل كده فورا بنوصل لطاها اللي تعرف على مجموعة إسلامية متشددة شوية بيغيره من طريق تفكيره واللي كان سهل عليهم جدا إنهم يعملوا كده معاه بسبب صخته أو الغضب اللي جواه من ناحية الدولة بعد الظلم اللي تعرض له في أكاديمية الشرطة ولما بيرجع لبوسينة بالنيولوك بتاعه وتفكيره المختلف اللي كان واضح جدا من نوع الهدية اللي جابها لها أصلا كتاب الحجاب قبل الحساب فبوسينة ما بيعجبهاش التغيير اللي حصل لطاها تماما فبتنفصل عنه فبيولد غضب أكتر جوه طاها بيخليه صور ضد النظام لحد ما يتقبط عليه في أمن الدولة وبنشوف مشكلة كمان في همجية الشرطة وهي داخلة تبطحم بيت طاها والناس نايمة جوه وبيفتشه في كتبه ووقته بشكل غريب جدا المشكلة اللي عذروني مش هقدر أتكلم عليها أكتر من كده عشان لسه قدامي كتير عامله ويعيشه في حياتي المهم بنشوف طاها بيتعذب في أمن الدولة وبيشوف أقصى أنواع العذاب داخل المكان ده التعذيب اللي هيولد جوه شحنة غضب زيادة ناحية الدولة والشرطة أكتر من اللي كانت فيه بنشوف ملاك الساكن الجديد في أسطوح العمارة بيودي بوسينة تشتغل عند زاكي باشا بستمائة جنيف الشهر ملاك هو مجرد اسمه لكن هو في الحقيقة من جواش طان المهم زاكي باشا بيعجب جدا ببوسينة لكن المرة دي بيشوفها بشكل مختلف بيشوفها بعيون الحب اللي بجد الشخص اللي كان فقد السيطرة على شهواته وطول حياته بيحب بجد المرة دي لكن بيحب واحدة مش من مقامه بيحب واحدة سكنة في أسطح عمارة يعقبيان ولما بتحكيله وبتقوله عن مشاكل الفقرة في البلد وانهم متهمشين ومش عارفين يعيشوا بيتجاهل كلامها ده تماما نفس التجاهل لكلام رباب في أول الفيلم لما قلت له انت قلم قاعدك في برمش من مقامك شبه ده زاكي باشا مش هيقدر يفهم الفقرة مش هيقدر يفهم مشاكله ومعشهاش مهما كنت فقير ومهما كنت تحت خط الفقر عمر اللي تولد فوق أو محسش باللي تحتيها يفهمك جملة كنت دايما بسمعها وفهمتها من قريب عمر محدة يحس بالغلبان غير الغلبان اللي زيه عشان كدر كله عايز يسيبه مش كوره فيه بس ما حدش قادر يتحمل ظلمه تيلي غالك توقفين طب مطروب برات الفنادي برات الخمس نجوم ما انت قادم بصنا الخمرة مش هينا زياني ما انت عارف مران حامد بعد المشهد ده بيوريك هناك قاهرة بزحمتها بنسها اللي سايحين مع بعض وبعدها بيوريك العمارة عمارة يعقبيان هنا بيقولك دي مصر نسها دول هم الشخصيات اللي بنتكلم عنها فاكر ملاك اللي قلتلك هو مش واخد من اسمه اي حاجة هقولك لي دلوقتي ملاك ما وداش بوسينة تشتغل عند زاكي باشا عشان حب الخير يعني هو وداها عشان تقدر تمضيه على عقد شراكة بينه وهو وملاك ولما بترفض بوسينة بيديع الحل للمشكلة اللي بتواجه كل سكان السطوح الفلوس خمس تلاف جنيه كانت كفيلة انها تغير مبادئ بوسينة كلها عبد الرب وابنه مات انت فاهم وانا فاهم ليه دا حصل ومعنى ايه كان لازم عبد الرب يفوق كان لازم ياخد الضربة كعقاب عقاب على قد فعله اللي هو بنفسه كان عارف بيه وعارف انه بيهز السماوات لحد عرش ربنا وحاتم بعد ما فقد عبد الرب من حياته ودور على البديل على طول وبنفس الطريقة اللي واسوس بيها لعبد الرب وبنفس الكاس اللي بيصبه بيديه بيحاول يغوي البديل دا برضه بنفس الطريقة لكن للأسف البديل دا هيقتله عشان يسرقه حاتم سواء انت شايفه ضحية اهمال اسرة او مش ضحية ويستهل اللي حصله دي ترجعلك انت صاحب الفكر عزام كمان لما خد الحصانة قلبه جمد حسه ان بيملك كل حاجة ومحدش يقدر يجي جنبه حتى كمال الفولي بنفسه لكن ما كانش يعرف ان كل كبير فيه اللي اكبر منه ما كانش يعرف ان كل حاجة وسخة هو بيعملها هي متسجلة عند كمال الفولي اللي مجرد شوية زباط من مكافحة المخدرات قدروا يوقعوه ويجبوه يعتذر ويدفع اكتر بكتير من اللي كان هيدفعه في الاول لكمال الفولي مشهد كامل بيعرفك ان مهما انت وصلت لايه انت برضو في الدولة دي انت مبتملكش حاجة انت متشعبت في رجلين الحكومة كأنها امك اللي خلفتك لازم ما تنساش دي ولما عزم بقى فهم اللعبة دي قالت جملة اللي تقدر تطبقها دلوقتي برضو على واقعنا هذا دا اللي قال ارقص الارت في دولتنا ما فيهاش حاجة لما ارتي يرقص الارت بنشوف بقى المشهد الايقوني العادل امام المشهد اللي هيتخلت كواحد من اعظم مشاهد السينما المصرية في التاريخ احنا في زمن المسخ احنا فعلا في زمن المسخ احنا من 2006 و احنا في زمن المسخ احنا مش عارفين نخرج بره زمن المسخ يبصوا على البلد اللي بقصت يبصوا على الامارات اللي كانت احسن من امارات اروبا الوقت بقى سبزابي من فوق ومن تحت مسخ احنا في زمن المسخ بوسينة بترفض تمضي زاكي باشا على عقد الشراكة وبتقطعو بتقرر انها هتبدل الحب بدل ما تاخد من وراه 5000 جنيه وزي ما بوسينة قررت اللي هي عايزاه طاها برضو قرر الانتقام من الدولة ولما بيقتل اللي ظلموا وطاها بيموته وكمان جنبه روحهم هما الاتنين بتطلع مع بعض ودمهم هما الاتنين بيختلط ببعض بيموت الظالم جنب المظلوم تعال بقى مفكر فيها دلوقتي كده بالعقل تفتكر الاعلام وقنوات التلفزيونية هتطلع مين بطل هتطلع مين شهيد مين اللي هيتعمله ميدان باسمه او مين اللي هيتعمله كبري باسمه فكر فيها كده وكتبلي في الكومنتات بيخلص فيلمنا وزاكي باشا وبوسينة بيتجوزوا وماشيين في الشارع قدام العمارة وبينتهي الفيلم على موسيقى العبقاري خالة حماد بينتهي الفيلم اللي بالنسبة لي هو فيلم المفضل ومبسوط اني قدرت اتكلم عنه وربنا اداني فرصة اني يبقى ليا صوت اقدر اقولي اللي انا عايزه صدقني انا الفيديو دا تعبت في جدا يمكن حبيت اعمل فيديو طويل شوية عشان حسيت ان دا هيقربنا ببعض اكتر وهيخليكوا تتعودوا علي بشكل اسرع لو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش اللايك ولو معجبكش ياريت تكتبلي في الكومنتات تحت معجبكش ليه وما تنساش الاشتراك هنا في القناة لاننا عايزين نوصل عشر تلاف مشترك قبل ما الشهر يخلص شكرا جدا لوقتك انا احمد اسامة سلام